الزخم هو قوة قوية يمكن ملاحظتها في العديد من جواب الحياة من الرياضة إلى العمال التجارية في أن الزخم يدي القدرة على الدفع الأفراد والفرق لتحقيق النجاح الكبير ومع ذلك من السيكولوجية الزخم معقدة وغالبا ما يصعب فهمها في هذا الفيديو نستكشف سيكولوجية الزخم في السياقة العابة الاحترافية كيف يقوم اللاعبين يحترفون بإنشاءها وإحفاظها السلام عليكم معكم عزيزة مطري يمكن تعريف الزخم على الشعور بالسيطرة وإحراز التقدم تحقيق مكاسب صغيرة تعدي للشعور بالإنجاز في العابة الاحترافية غالبا ما يتم إنشاز الزخم إخلاء انتصارات الصغيرة والتساب والعقلية الإيجابية تعالي نلقي نظرة فاحص على كل مهات العوامل انتصارات الصغيرة ضرورية لخلق الزخم في أي مجال ولعابة الاحترافية ما يستثناء يمكن أن تكون انتصارات الصغيرة أي شيء من الفوز بجولة واحدة إلى تحقيق درجة عالية جدا هذا الانتصار الصغير يخلق إحساس بالإنجاز ويغذي الدافع كما أنه تساعد على بناء الثقة وتوفر إحساس لتحقيق أدافة كبر اللعبين محترفون من خبراء في التعرف عن المكاسب الصغيرة والاستفادة منها إنهم يفهمون أن كل انتصار مهما كان صغير يمكن يؤدي للزخم من خلال الاحتفال بهذا الانتصار الصغير يمكن اللعبين محترفين بقامة حمسين وبناء الزخم الذي يدفعوا من نحو هدفهم النهائي السمراري هو عام الرئيسي آخر في بناء الزخم يحفظ عليه يدرك اللعبين محترفون الممارسة والأداء المنتسقين ضروريان لتحقيق أدافهم إنهم يطورون روتين يسمحنهم بالأداء بالاستمرار على مستوى عالي مما يخلق بدوره زخما الاتصاق يطلب الانضباط والتفاعي يجب أن يكون اللعبين محترفون على السيدات لبذل الوقت والجهد اللازمين للحفاظ على معاراتهم وموسطة التعشر من خلال قيام ذلك يكونون قادرين على البناء الزخم الذي يحملهم خلال الأوقات الصعبة يتفاهم بنحو النجاح أخيراً تعادل الأقلية الإيجابية ضرورية لخلق الزخم وتحوظ عليك في رابع احترافية يفهم اللعبين محترفون قوة التفكير الإيجابي والتأثير اللي يمكنهم أن يحدث على أداءهم إنهم يتعاملون مع كل تحدي موقف إيجابي واعتقاد بأنهم يستطيعون تحقيق الأهداف تطلب الأقلية الإيجابية تحولاً في المنظور بدلاً من التركيز على الجانب السلبية في الموقف يركز لعبين على الجانب الإيجابية ويبحث على فرص التعلم والنمو حتى في الأوقات الصعبة من خلال تحفظ على الأقلية الإيجابية يستطيع اللعبين محترفون بناء الزخم الذي يحمل لهم من قدر التحديات ويشاهدهم مع تحقيق الأهداف سيكولوجية الزخم معقدة وتعدد دلوجة اللعبين محترفون أنهم تقضرها في خلقة الزخم يحفظ عليهم ميخال مكاسب الصغيرة والاستمرارية وراقلية الإيجابية ويخال فهم هذه العوامل ودمجها في ممارساتهم وداهم يستطيع اللعبين محترفون بحقيقة نجاح كبير في علماء العابة الاحترافية ترجمة نانسي قنقر